عيماً محطة مهمة للنادي الأهلي في مباراته أمام مازنبي في دور الأبطال الحمد لله يلاقي فيه هدوء كبير ما بعد المباراة خلينا نتكلم أسمع رأيكم تلاتين في المباراة بشكل عام يعني أكيد بعد المباراة نادي زمالك الدنيا كانت شوية سخنة عشان خاطر الخسارة طبعاً الخسارة بتبقى دايماً تخلق مشكلة حتى لو بنتكلم مباراة بتلات نقاط لكن في الأخير هي مباراة قمة وكمان أداء الندي الأهلي ما كانش أفضل حاجة في المباراة لكن كل حاجة الحمد لله تصلحت في مباراة مازنبي بنتكلم حتى بداية من التشكيل كان منطقي جداً تغييرات نفسها كانت متوازنة طبعاً فيه تغييرات اضطرارية للأسف بسبب الإصابات المباراة طبعاً في أجواء صعبة جداً يا كابتن إسلام أنا أكيد لعبت قبل كده في الكنغو عارف يعني إيه تلعب في هذا الملعب والنجيل الصناعي والمدرجات نفسها بتاعت الملعب بجانب الأجواء فيه بالتأكيد كانت مباراة عصيبة على لعبت النادي الأهلي وجهازه الفني من وجهة نظري أنا ما أعتقدش أني شفت النادي الأهلي أو حتى فرقة مصرية بتخلق كم الفرص ده في مباراة مازنبي في هذا الملعب يعني إحنا خلقنا فرص جيدة للتهديف حتى ده من الثانية لا الماتش ده والماتشات مش ده الماتش بتاع مازنبي أيامنا أيام الفترات القديمة يعني من الماتشات اللي أنت تحب أحب بأنها تخلص يعني لا تنظر إلى نتيجة من من هي خلصة وخلصة يعني تقول اليوم ده عدة وخلاص آه ولما تبقى قاعد بقى ونزل من الطيارة ونزلت مصر وتنزل تبص التراب اللي تحت التراب لو فيه يعني أجواء صعبة جدا وللأمانة اللعيبة معظمة يعني بنتكلم معظمة أو كلها قدت المطلوب منها طبعا كنا نتمنى أن الفرص اللي يعني جات لنا تترجم خصوصا فرصة وسام في البداية وفرصة طهر محمد طهر اللي في آخر مباراة دول فرصتين محققتين للتهديف بس طهر هو الرجل شاد من قدام يعني كان ممكن سنة كده لو سبق شوية خلص يعني بس في الآخر الحمد لله حتى الفرص اللي جات علينا مصطفى شبير معاها بشكل أمثل أكيد طبعا لازم يحصل بعض الأخطاء في هذه المباراة والضغط ولكن في أنها خرجنا بنتيجة مش عايزين الناس تطمن للنتيجة لأن برضو صفر صفر هي نتيجة أتعادل سلبي ولكن هي أوحش نتيجة إيجابية ممكن تطلع بيها دايما بنتكلم كده بلان صفر صفر هنا لسه قاعدت الهدف بهدفين ما زمبي لسه كنت بحكي على مباراة النجم السحلي بالنسبة لي صفر صفر دي أحمد نتيجة من النتائج الصعبة جدا طبعا يا كابتن وعجبني جدا تصريحات الرجل في المؤتمر الصحفي لما قال الماتش خلص صفر صفر ولكن كان فيه فريقين يقدروا يكسبه مش إحنا بس إحنا آه كوننا فرص بس كان فيه فريقين يقدروا يكسبه في يعني أشهر للفرص بتاعت مازمبي باحترام وده أقولك أنه هو فعلا محترم الفريق وجاهز وعارف يعني نتيجة صفر صفر والمطبات اللي ممكن تحصل في ماتش العودة زي ما حضرتك ذكرت في ماتش النجم السحلي يعني عجبني جدا مش بس التعامل مع الأجواء والرطوبة والحالة النفسية اللي كانت سبقت الماتش من تعصرات في الدوري وخسارت تلات نقاط قدام نادي الزمالك في القمة اللي عجبني أكتر شيء أنه يعني يبدو أن الراجل حتى في التاكتك كان عامل حساب الملعب في كذا نقطة يعني ملعب مازمبي يا كابتن من الملعب اللي حتى أبعادها البوع الأبعاد نفسها تحس أنها من ناحية الوينج كده مش المسافة القياسية أنت فيه أحيانا بيسيب لك حوالي خمسة متر اللي هو يقول لك أكبر ملعب في العالم مختلف في رقعته عن ملعب تاني مثلا يامن إله يعني يامن مزبوطة وإلى مزبوطة لأنه كان في وقت من الأوقات بيتلاقب على رياضات تانية الملعب ده كان بيتلاقب على رياضات أخرى جوه فكانوا أحيان يعني الملعب تحس أنه مصمم بحيث يترك الظاهرين دايما في حوارات كتيرة واحد لواحد إحنا نتذكر كل الأهداف تقريبا اللي دخلت في الأندية المصرية كلها بتيجي من ناحية لا بس ما دخلش من ناحيتك لا ما دخلش مش قصدي بس الملعب ده بالنسبة لي الزبصة فأنا كنت شافي الأزيرة بتستلم ببرمجة واضحة محمد آني وعلي معلول بيدخولوا دايريكت أول استلامهم في عمق الملعب علشان الكورة لو لقدر الله فتوكت من الجانبين سواء على فكرة الوينج اللي عندهم اللي ناك هو الهدف بتاعهم اللي هو جوي البي وإنه حتى تانيا كنزومبا اللي اتنين دول هما هدفينهم فلو كانت تتحطط الساعة بقى ثلاثة العصر في الرتوبة دي ولعبت ماتش على الأزهرة كان ممكن مازين بيكون أخطر بكتير كل خطورتهم كانت من ده أصلا يعني حتى الخفرص اللي هما شكلوها الكورة اللي بتتلاعب بعرض الملعب خالص كان فيه خطأ من هاني في الرقابة العكسية في الكورة بتاعة لا بس هاني عمل عمل ممتاز لا لا ممتاز بتتكلم عن الفرص عكسيات حاجة يعني ممتازة اللي جلت كتا تدخل بس للأسف وده مأساة المركز الظهير ان غلطة الوحدة بتلاعها على طول بتلاعها على طول في المرة بس هكتون تلاحظ انه علي معلول محمد هاني مشاركين دايما في عمق الملعب مشاركين دايما في صناعة في تنقيل الكورة من جوة عكس المهام اللي احنا مفترضينها دايما مثلا عن واحد زي علي معلول وده يقولك برضو ان احمد عبدالقادر كان عليه دور كويس جدا في انه اتثابت مسافة يعني في الخمسين متر تقريبا بتعنص ملعب بمازنبي لوحده في اوقات كتيرة من غير ظهير فعلا دعم ليه لان علي معلول كان بيتطري راحل عشان ما يفقدش الصراع البدني واحمد عبدالقادر كل تقريبا ارقامه على الاقل وتدخلاته كانت جيدة جدا جدا واللعب الاكثر مراوغة في الارقام وفي النسب وتاني اعلى لعب في دقة التمرير بعد كوكا اللي لعب 45 دقيقة بس بالمناسبة واحمد عبدالقادر تقريبا 12 من 17 اعتقد 12 من 19 كوكا كانت نسبته حوالي 87% لانه مرة لعب شوت واحد انا بكلمك كظاهير يعني انت في احتمالية فقدان الكرة بتكون اكتر واحتمالية التمرير الخاطئ برضو بتكون اكبر شايف ان كل انا عمل مرش مثالي الفرقة عملت مرش مثالي من ناحية تكتكية نقطة بس هي هي ازا شفت السؤال اللي حضرتك سألته لكابتن خالد ايه اللي ناقص في الامتار الاخيرة ايه اللي ناقص في الستة ايه اللي ناقص في الـ 18 انا بتخيال ان التمنينات التخصصية اه ممكن تكون بتحصل بجرعات اقل اقل شوية لكن اقل ما يجب عشان ما فيش وقت تبعب عليك احتمال كبير عشان ما فيش وقت واحتمال تكون بتعب يعني اللعبة اللعبة بتوجيد جدا مثلا في التمارين فالمدارب ما بيش لامسها في التمارين قد ما لامسها في التسعين دقيقة وجوة التسعين دقيقة لما ده يحصل يا كابتن بتبقى القصة شخصية اه بزر بتبقى قصة شخصية بدون يعني بدون مواربة يعني بيبقى اللعيب في بعض الاحيان ايه تحتاج يراكز اكتر ومتخيل سيناريوهات انا بس يعني مثلا يعني مثلا كرة طهر احنا مركزين في طهر والقطعة لكن لو انا بتكلم ان الكهرابا في حالته ممكن الكهرابا يشوف بشماله الكرة دي قبل اصل اساسا بما ترد بالمدافع الكرة انا دلوقتي عامل مراوغة حلوة وداخل بوشي والكرة بتتنطط على الشمال ممكن ان انا يستغل الكرة واحسن بكتير زي ما طهر ما كانش ممكن يستلم زي ما واسم ابو علي في الستة كان ممكن يتعامل بشكل افضل كل دي مواقف ممكن تبقى ليه علاقة بالشخصية لكن ممكن يبقى اللعبة دي بتجيب الكرة دي في التمرين قدام الراجل في التمرينة بالخصوصية بنسبة 100% وتيجي في الماتش في الظروف دي هتما تجيبهاش وعشان كده انا بفتكر الجيل يدعب دايما في الوقات دي انه احنا كان بيحصل معاك والعكس تماما انه تبقى الفرقة اللي قدامك واصل عليك كتير وما الى ذلك واحدة بس واحدة بس هي اللي بتيجي في الستة سلام عليكم لا مش مش واحد بس اللي مركزوا هيخلص وتريكا مركزوا هيخلص وبركات مركزوا هيخلص والبكات هتيجي وتتخلص كل الفرقة هتتحطف الموقف ده هيقتل نفسه عشان الكرة دي تتحطف الجوم وده الحتة فعلا انا ملاحظ ان هي ان هي نقصة شوية او نقصة الاهلي قدامها زنبي عشان ترجمة الفرص لاهداف